أولاً وقبل كل شيء أرغب في أن أثني على صديقي الرئيس راما فوسا للتنظيم الناجح جداً لهذه القمة وأهنئ لهذا وأنا مصرور من أن في هذه الاجتماعات التي دامت لثلاثة أيام قد وصلنا إلى نتائج إيجابية كثيرة وفي ذكرى الخامسة عشر للبريكس قد اتخذنا قرار مهم لتوسعته كما قلت بالأمس الهند كانت دائماً تدعم بالكامل توسعة عضوية البريكس وكانت الهند دائماً تؤمن بأن إضافة أعضاء جدد سيقوي البريكس كمنظمة وسيمنح جهودنا المشترك زخم جديد وهذا أيضاً سيقوي من معتقدات الكثير من الدول حول العالم أو إيمانها في عالم به نظام متعدد الأقطاب وأنا مصرور من أن فرقنا معاً قد وافقت على المبادئ الإرشادية والمعايير والمعايير وإجراءات توسعة المنظمة وبناء على هذه الأشياء قد اتفقنا للترحيب بالأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران وسعودية والإمارات العربية المتحدة في منظمة بريكس أولاً أرغب في أن أعرب عن تهاني الخالصة لقادة وشعوب هذه البلاد وأنا واثق من أننا معاً مع هذه الدول سنتمكن من إدخال زخم جديد وطاقة جديدة في تعاوننا والهند كانت لها علاقات عميقة جداً وتاريخية مع كل هذه الدول وبمساعدة البريكس أبعاد جديدة ستضاف إلى تعاوننا الثنائي أيضاً وبالنسبة للدول أو إلى الدول الأخرى التي أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى بريكس الهند ستساهم نحو بناء توافق لهم لكي يكون جزء من البريكس كدول شريكة يا أصدقائي توسعة وتطوير البريكس هي رسالة كل دول أو مؤسسات العالم عليها أن تتشكل وفقاً لها ووفقاً لتغير الحاصل في العصر وهذه مبادرة يمكن أن تأخذ كنموذج للإصلاحات في المؤسسات العالمية التي أسست في القرن العشرين أصدقائي كما ذكر صديقي الرئيس راما فوسا بشأن مهمة القمر للهند كانت هناك الكثير من كلمات التهناء ومنذ الأمس قد كنت هنا وقد استمعت إلى وتلقيت الكثير من كلمات الثناء والتهاني من كثير من ممثلي دول العالم وهذا النجاح ليس نجاح لدولة واحدة ولكنه نجاح للبشرية بأسرها وهو مصدر فخر هائل لنا وللعلماء الهنود ونحن نقدرهم ونثني عليهم من كل أنحاء العالم أصدقائي ليلة مساء أمس الشاندريان الهندي قد تمكن من الهبوط بنجاح وهدوء على القمر وكما قلت هذا إنجاز ليس فقط للهند ولكنه إنجاز للمجتمع العلمي وللعالم برمته والمنطقة التي استهدفتها الهند هي منطقة لم تكن تستهدف من قبل من قبل جهود الهبوط على القمر في الماضي وهذا الجهد المبدول كان صعب للغاية من قبل العلماء وهذا نجاح كبير للعلم لاستهداف منطقة جديدة والتمكن من الهبوط عليها من قبل هؤلاء العلماء وفي هذه المناسبة التاريخية قد الهند العلماء الهنود بل المجتمع العلمي العالمي قد تلقى رسائل تهنئة كثيرة وأنا أود أن أشكركم جميعا نيابة عن كل الهنود وأيضا العلماء الهنود بالتحديد ترجمة نانسي قنقر